السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناتكم المتنوعة مهلا بيب كل السنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد القطحة المبارك ربنا يعيده عليكم وعلى أساركم الكريمة بكل خير وفرح يا رب النهاردة إن شاء الله مناسبة عيد القطحة المبارك هنقدم لكم أحلى طريقة تعملوا بيها كبدة العيد أو يعني الكبدة البلدي وإزاي تخفوا منها ريحة الزفارة خالص وتطلعوها تسوية ممتازة ولون ممتاز زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة وخلونا نبتدي مع بعض بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة وكمان مستنية رأي حضراتكم في القومنس عشان بيهميني جدا أول حاجة هنبدأ بيها هي إننا نكون قطعين الدهن اللي بيكون في القلب من فوق مكعبات صغيرة خالص زي اللي شايفنا في المعلقة دلوقتي قدام حضراتكم دي ونحط معلقة سمنة بلدي ومعلقة زيت في الحلة ونحط معاهم الدهن ده يعني يتشوح ويخرج الدهن اللي فيه شوية بشوية هتلاقوا بيخرج منه كده صص دهن بسيط مع السمن والزيت وهننزل عليه ببصلوية متقطعة مكعبات وخمس قرون شطة متقطعة مكعبات ياخدوا تشويحة محترمة يتبالوا مع بعض وننزل عليهم بمعلقة توم تصفر وانتشهم مع بعض بسنة خل زي ما حضراتكم شايفين كده الخل حسب الرغبة بتحبوه كتير بتحبوه قليل زي ما تحبوه هتلاقوا الريحة رائعة طبعا قرون الشطة دي حسب الرغبة بس أنا عايزة أقول لكم إن هي يعني بعد التشويح ما بتبقاش حرقة قوي زي ما بتكون وهي خضرة يعني في الآخر هننزل عليهم بمكعبات القلب ونديهم تشويحة ونوطي عليهم النار ونسيبهم حوالي خمس دقيق كده يتبالوا عشان القلب بياخد تسوية أكبر من الكبدة فمننزلش بالكبدة من الأول لا هنحط القلب الأول ولو في كلوي هنحطها برضو مع القلب في الأول ونغطي عليهم ونسيبهم خمس دقيق وبعدين هنبدأ إن إحنا ننزل بمكعبات الكبدة يعني أول حاجة المادة الدهنية بتاعت القلب مع زيت وسمنة يتبالوا سوا وننزل عليهم بالبصلاية والفلفل الحرق يتبالوا سوا نحط معلقة التوم تسفر وانتشها بالخل وننزل بالقلب ياخد نص سوا وبعدين ننزل بالكبدة زي ما حضراتكم شايفين كده كده أنا ابتديت نزلت بالكبدة وابتديت إن أنا إيه أقلب بقى من غير أن لسه أي توابل خالص يا جماعنا لسه كده محطتش أي توابل أنا بس إيه هدي تشويحة واستنى هدي تشويحة واستنى الكبدة أول ما تغير لون كده هو أحس إن هي خلاص من تحت زي ما أنا أخدت صدمة واخدت لون أبدأ أقلب أنا كده مش عاملها في توسع أنا كده عاملها في حلة فهبدأ أقلب كده القلب واخد إيه نص سوا والكبدة بقى هتبدأ سواها لسه إيه عشان يبقوا في الآخر نفس درجة السوا زي بعض إن القلب بياخد هو والكلاوي درجة سوا أو مدة تسوية أعلى من المدة بتاعة الكبدة كل ما هتلاقوني خد يعني لقيت إن الجزء اللي من تحت خلاص خد درجة صدمة من الكبدة ولونها غير خلاص للدرجة الجميلة دي هايه هقلب أهول كده كلها خلاص خدت الدرجة البنية نزلت بمعلاقة توم مفروم ناية بقى دي يا جماعة مش متشوحة دي معلاقة توم مفروم ناية ونزلت بالبهارات أو بالتوابل بتاعتي أما حسيت إن هي الكبدة خلاص إيه بدأت تبقى نص سوا إيه بقى البهارات بتاعتي اللي أنا نزلت بيها هنا ملح وفلفل أصمر وكمون وكسبرة نشفة وشطة حمرة والشطة الحمرة هنا حسب الرغبة الناس اللي بتحبها سبايسي أو يقدروا يزودوا الشطة الحمرة مع قرون الشطة اللي احنا حطناها في الأول وممكن كمان يزودواها ريسة شطة من التلاجة إنما الناس اللي ما بتحبهاش سبايسي زيادة هيكتفوا بسنة شطة حمرة صغيرة مع قرون الشطة اللي احنا حطناها في البداية هيكون كافي جدا ومش هتحسوا بأي طعم زفارة ولا أي رحة زفارة بالعكس في المرحلة دي رحة الكبدة هتبقى ممتازة يعني هتجوع البيت كله والله يصدقوني وفي المرحلة دي بقى يا جماعة هنبدأ ان احنا نقلب الكبدة مع التوابل ونوطي النار ونغطي عليها الغطا ونسيبها تستوي على مهلها وتخرج السوس بتاعها وتستوي بيه في المرحلة دي هنبدأ ان احنا كل فترة نشيل الغطا ونجي تقليبة ونبص على سواها ايه ونغطي تاني وهكذا لحد ما نتأكد ان هي استويت تماما ويه بقت تمام خلاص ساعتها هنطفي عليها ويه بالهنة والشفة ممكن نسيبها بس ايه يعني جئتين كده تاخد وتجي مع نفسها وبعد كده نبدأ نغرف ونسمي اللي ونأكل بصوا هنا كده كنت بجرب بالمعلقة يعني بترف المعلقة بالراحة اشوف استويت ولا لسه لأ لسه استنى عليها شوية اهو بوريكم حتى يعني بنتأكد ازاي ان هي استويت ولا لسه طول ما هي لسه يدوبك يعني بنشقها بالمعلقة بصعوبة يبقى لأ نستنى عليها شوية كمان هي بتاخد وقت شوية لو احنا مقطعينها مكعبات كبيرة كده زي ما انا مقطعها لان انا بحب استطعم طعمها ما بحبهاش رفيعة قوي تبقى غرقنة في التوابل ومش باين لها طعم لو المكعبات وسط شوية بتستطعمه طعم الكبدة نفسه خصوصا لو كبدة طوز يعني عشان من دبح العيد او كده فهتاخد وقت سنة ما فيش مشكلة هنفضل كل شوية زي ما قلت لحضراتكم نشوف السوى ونغطي عليها تاني ونهدي النار ونسيبها مع نفسها براحتها لو تلاحظوا الصوص بيقصر ايه مع الوقت يعني كل ما كان الاول جابت صوص كتير وبعد كده بتستوي بيه سنة سنة والصوص بيبدأ بقى ان هو يقل ايه مع البخار شايفين لونها ما شاء الله جميلة ازاي الفلفل بدأ يتهري السمين محمرة فوسة الكبدة حاجة في منتهى الجمال انا مش عايزة اقول لكم يا جماعة ريحتها كانت قلبة البيت ازاي من جمالها طحفة حاجة تجري الريق بجد يعني ياريت كوكو التمعية وياريت اليوتيوب بيعرفين قل الريحة يعني ريحة مع طعم مع درجة سوى مع لون حاجة في منتهى الجميل انتو كمان يا جماعة لو دقتوها والله بجد هتدعو لي مع شوية عيش طازة كده سخنين او حتى متسخنين سخنين جمال توراي كده مع شوية بطاطس محمرة او شوية شيبسي بجد حاجة ولا اروع ولا اروع مش محتاجين جنبها اي حاجة تاني بقى الفهنة وشيفة يا رب اتمنى الوصفة تكون عجبتكو ومستنية رأيكم في الكومنس عشان دايما بيفرق معايا فعلا كمان مستنية انكم ما تبخلوش عليها باللايك عشان اللايك هي اللي بترفع الفيديو وتشتركوا في القناة علشان القناة مش هتكبر غير بيكم نفسي جدا تكبرو لي القناة اتمنى انكم تاخدوا جولة في الفيديوز اللي زهرة قدام حضراتكم على الشاشة والفيديوز اللي على القناة ومستنية رأيكم في الكومنس اشوفكم في فيديو جديد مهلا بيب باي باي اشتركوا في القناة